انا انا عملت تحيكة التصريحات والسابقة الفراجة على كهاز انترويو ليه هو راجل كمان مش بتاع مبررات صايع حلو صايع يعني بلغة الكورة صايع كورة مأسف يعني لا صايع وعرف يخاطب عقول وقلوب المصريين صايع انت فهمني هو طبعا المدرسة المتغالية كده خاصة ما يجوا عندنا في منطقة الشاق الاوسط سواء انا في مصر او في الخليج بيعرفوا عارفين ان انت تلعب على العواطف ماشي ويعني من النهاردة انا مصري ماشي يعني بص يعني دي رسائل واضحة وبعدين عنده ميزة مهمة جدا انه قاعد اربع سنين فانا قاعدلكم فانا هعمل لونج تاي انا مش بتاعي النهاردة واي مدرب شاف منتخب مصر مع كروش او مع هاب جلال مع حفظ الالقاب او مع كوبر او بتاع لازم يتخلص يعني انت ستين في المية من الاسماء اللي كنا بنشوفها لازم تقعد لازم تبني انتخب جديد بجيل جديد يعني تقعد يعني تقعد فاندييتا ماشي ياخدوا عودهم فاندييتا ماشي لان انت اولا متوسط العمار كان كبر اوي عندك وواضح قوي ان انت بتلعب كرة ملهاش علاقة بالكرة اللي بتلاب في العالم كله ماشي انت يعني بتشلت من الاخر كده يعني احنا بنجيب جول ولا بنلعب على ضربات الجزاء تسعين دقيقة طفش مين يطلح من الصندوق فانت لازم يعني هو وصل او اللي شافه سواء مباريات للمنتخر سواء مباريات للأندية اللي عارفه من تجارب المرتريب المرتغالين لجوم مصر قبل كده لا هو عارف هو جايب فيه في كلمة واحنا متفائل ليه؟ ان شاء الله يكون متفائل بقى يعني طبعا تجاربه مع أندية انا معرفش منتخبات عيبة شكله ايه لكن مفيش حاجة اسمه مدرب منتخب ومدرب نادي فيه مدرب عنده مشروع هو عنده مشروع اربع سنين نشوف متفائل بزي محمود؟ لا متفائل طبعا لازم متفائل متفائل بالفترة يعني لا متفائل اه متفائل اكتر لو فائل احنا ان شاء الله